سجلت تيرادات الجمارك بوادي وصحراء حضرموت أكثر من 43 مليار و 400 مليون ريال العام الماضي بزيادة 10 مليارات ريال عن العام 2018 وأضح مدير مكتب الجمارك عاشو القفزان أن أسباب الزيادة تعود إلى جهود الإدارات والعاملين على تسيل وتبسيط الإجراءات الجمهورية وتدفق المغتربين خروج نهائي وترسيم سياراتهم وألياتهم المصاحبة معهم وزيادة الاستيراد من قبل المستثمرين عبر منفذ الوديع البري واستمرار الرحلات الجوية بمطار سيئون الدولي واستفادة التجار والمستثمرين من المطار في الاستيراد وخاصة في مجال الأدوية إلى جانب ترسيم المواطنين لسياراتهم وألياتهم بالمكتب وجمرق منفذ الوديع البري مستغلين فترة تخفيض الرسوم الجمهورية وأهبى مدير عامل جمارك بكافة المغتربين والمواطنين الذين يرغبون ترسيم سياراتهم وألياتهم بسرعة التوجه إلى مكتب جمارك وادي وصحراء حضر موت للاستفادة من التخفيضات الإضافية في الرسوم الجمهورية والضرائب العوائد الأخرى خلال فترة التمديد اشتركوا في القناة